ضمن حملة طرق الأبواب قامت جمعية الأرمان بسهاج عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع لحوم مجمدة وذلك بين أحية نجع العرب التابع لقرية إدفا بمركز ومدينة سهاج واستهدفت الحملة 500 أسرى من الأسر الأولى بالرعاية بواقع 2 كيلو لحم لكل أسرى بإجمالي طن لحوم يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان حيث نجح في توزيع لحوم مجمدة بإحدى مراكز سهاجة وذلك ضمن حملة طرق الأبواب نستهدف توزيع لحوم في مبادرة أطلقتها الأرمان بداية شهر رمضان المبارك مبادرة طرق الأبواب نصل للأسر الأولى بالرعاية هنا ونهتم بتلك الشرائح نوزع مواد غزائية للأسر الأولى بالرعاية داخل القرية النهاردة مستهدفين 500 أسرة داخل القرية القرية في غروب سهاج يغلب عليها الطبع الجبل والصحراوي لبعدها عن محافظة سهاج فإحنا النهاردة اختبنا القرية ننزل نوزع فيها مواد غزائية للـ 500 أسرة بواقع 2 كيلو لحمة لكل أسرة استهدفت الحملة 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بواقع 2 كيلو لحمة لكل أسرة بإجمال طن لحوم فضلا عن توزيع 600 كرتونة مواد غذائية على 6 ألاف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة سهاج ضمن قوافل مبادرة أبواب الخير والتي أطلقها صندوق تحيا مصر بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان كل سنة وإنتوا طيبين وتعشر كل سنة إن شاء الله ونشكر جمعية الأرمان مستهمين بنا وإحنا في الجابة الفوق وكل سنة وإنتوا طيبين وتعشر كل سنة إن شاء الله وإحنا مشكرين يا أمو كل سنة وهم طيبين وحنن عليهم ويرزقهم يا رب نشكر الأرمان على الشكوة التقدير على الله أحمر جبهاننا كل عام وإنتم بخير نشكر جمعية الأرمان على المجهود المبزول هنا في نجع العرب واحدة محلية قريجية في أبا مركز سهاج ونجح التحالف الوطني وأيضا في الوصول إلى المواطنين في قرى ونجوء سوهاج بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وتحت إشراف مديرية التضام الاجتماعي بالمحافظة وبالتنصيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها الجهود التنفيذية والمجتمعية كافة شكرا